هم لا يقولون هناك شرك أو هناك توحيد رابع وهو شرك القصور ويقولون إن تقديم هذا الشرك على غيره أولى ولذلك يقولون نحن نبدأ بشرك القصور ويعنون بذلك حكام المسلمين الذين اتفقوا جميعا على إسقاطهم وعلى نبزهم وعلى الكلام فيهم في المجتمع وعلى التهويم مشانهم بل العامر بقتالهم إذا لزم العامر كما سيأتي الآن أيضا من جهلهم للتوحيد اسمعوا ماذا يقولون يقول المرشد العام للأخوان المسلمين هذا المرشد العام يقول المرشد العام للأخوان المسلمين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستغفر لأحد إلا في حياته يعني شيء عجيب عجيب يعني أن الرسول لا يستغفر إلا لأحد إلا في حياته يقول فلماذا هذا التقييد الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر لمن جاءه في حياته وبعد ما ماته والمعنى أنك تقف أمام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله سامحني يا رسول الله غفر ذنوبي يا رسول الله غفني مدد مدد يا رسول الله وهذا يجوز هذا المرشد العام هذه الجماعة تريد أن تقود العمة تقول نحن لا بد أن نخرج العمة وأن نخرج العمة من الظلام وأن نخرج العمة كذا لا يعرفون الإسلام يقول قف أمام قبر الرسول صلى الله وقل يا رسول الله أغفني مدد يا رسول الله اشفني يا رسول الله كما سيأتي بقصاعدهم